إذن أهلا بكم مشاهدين القرام مرة أخرى وحديثنا حول استضافة الاتحاد العماني لكرة السلة بطولة منتخبات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبطولة المنتخبات العربية لثلاثيات كرة السلة تحت ثبانية عشر عاما وسنتحدث بشيء من التفصيل حول هذا الموضوع يسر نرحب باسمكم ضيفي هنا في الستوديو محمد بن ناصر الحسني أمين سر الاتحاد ومدير البطولة مرحبا فيك وعليكم السلام عليكم وبركاته ومرحبا ورحمة الله خير مصلاك الله بالخير وجهود كبيرة تبذل من أجل إنجاح هذه البطولة استضاف بطولتين مثل ما قلنا بطولة خليجية للرجال والنساء لثلاثيات كرة السلة وأيضا بطولة العربية والتي ستنطلق بنافساتها اليوم بطولتين في وقت واحد من دون أدرا شك أن هذا جهد كبير خلنا نسلط الضوء أول شيء على البطولة الخليجية للرجال والنساء حدثنا عن هذه البطولة قوة المنافسة عن المدخبات المشاركة بكل تأكيد وشيك ذاك ملخرة على الاستضافة ونتقدم الشكر جزيلا للأخوة في اللقنة التسيقية الخليجية لتشريفهم لإقامة البطولة في السلطنة طبعا هذه من ضمنها رثنامة اللقنة الخليجية لعام 20-24 ومن ضمنها هذه البطولة القائمة حاليا عموما عدد الفرق المشاركة وعدد المدخبات الخليجية للشباب وكذلك للشابات تصل إلى ثمان فرق للشباب وكذلك إلى خمس فرق للشابات بدت منافساتها قبل تاريخ واحد وتاريخ اثنين مثل ما أسرت سابقا في الموقع مسقط والحمد للعالمين تكللت بالنقاع طبعا بتعاون القميع طبعا بتعاون المنتخبات المشاركة والمنظمين والأجهزة الفنية والإدارية المتواقدة في البطولة طيب لما نسمع لعبة ثلاثيات يمكن لا تحضر اللعبة بشعبية كبيرة دعنا نعرف بهذه اللعبة بشكل أكبر ومتى بدأت الممارسة الفعلية لهذه اللعبة معنا أيضا في البلد ومدى انتشارها ومدى حرص الاتحاد على الدفع بهذه اللعبة إلى الأمام طبعا في اللعبة متشرة عالميا ويستحدث اللعب في الأماكن العامة ليس في الصالات الأكثرية سواء في المنتقعات أو في المولات أو في مثل قريبا للعاب الشاطئية بمماناة تسمى معنا في السلطنة أو في الاتحاد العماني لكرة السلة لنا خطة نشر اللعبة أكثر إن شاء الله وحاليا مضمنا هذه البطولة القايمة وكانت في بطولات سابقة منها سواء مع شركات خاصة أو أنه مع الاتحاد العماني قامها مع قطاع آخر مشارك له طيب مكان الموج مفضلت في الموج فكرة من اختيار مكان الموج مسقط لإقامة هذه البطولة طبعا أدت الفكرة هي إقامة هذه البطولة حاليا في المول وموج مسقط قبل ثلاثة أشهر كذب من الحدث قمنا نفس البطولة وطبعا أي بطولة تطلع منها سلبيات وإيقابيات شفنا الموج مسقط من إيقابيات ومن تقع سياحي مرتادين كثير وهدفنا نشر اللعبة قبل المنافسة ومثل ما نصل إلى هدف المنافسة كان في البطولة الماضية ما شاء المرتادين كثير صار لها صدى قماهيري صار لها صدى إعلامي ارتعينا أن نقيم البطولة مرة ثانية بدأت تكون بمعنى دولية أخوة في اللقنة التنسيقية وفي مكان لكل مكان شبه قيد ومكان مناسب وهدف إلى نشر اللعبة في المستقبل يعني يخدم فكرة ترويج اللعبة ونشرها بشكل أكبر طيب مشاركة منتخباتنا كيف كانت حضور منتخباتنا منتخب الرجال ومنتخب أيضا الشابات كيف كان حضورهم في هذه البطولة وكيف تم إعدادهم أيضا بكل تأكيد أي بطولة راح تقوم لابد من تكون لك استعدادات مسبقة لها نحن من حزن الطالع معنا في الاتحاد حاليا قائمين على نشر اللعبة في مقال المراكز بعد اتفاقنا مع الوزارة الموقرة لدينا 13 مركز حاليا 11 مركز للشباب ومركز للسيدات هذول المراكز اللي نقوم قائمين حاليا عليهم في شغالة في الأندية تحت إشراف الاتحاد وبتكلفة من الوزارة الموقرة هذا الفريق أو الشابات اللي حصل على المركز الثالث هذا من ضمن النواة من ضمن المراكز الثلاث العشر السيدات طبعا حاليا لدينا مركزين شاركنا المركزين في البطولة واحد من المراكز الحمد لله تكللت بالنقاح وفادي المركز الثالث لهذه البطولة جميل منتخب الرجال كان بعيدا شوي على المأمول منه لا الهدف مقود ولمأمول إن شاء الله لا بد من يكون لك نفس صبر للقادم هذا ولا مرحلة شباب ومعظم اللعبين اللي حين يلعبوا إعداد للقادم أعمارهم من 2009 وأكثر يعني قريبين من فئة الناشئين رح إن شاء الله هدفنا أن هذا الفريق اللي يلعب حاليا إلى سنتين ثلاث سنة ما زالوا هم في مرحلة ولا بد من النتائج ترقوها قادما لهم طيب اليوم هذه البطولة ختام البطولة وبكرة افتتاح البطولة العربية صحيح؟ بالأمس كان ختام البطولة الخليقية بعد ما فاز المنتخب السعودي للشباب والمنتخب الكويتي للشابات اليوم انطلقت البطولة العربية بمشاركة 7 فرق للشباب و7 فرق للشابات وإن شاء الله نتأمل أنه فرصة للتعويض عسير إن شاء الله ولأن العربية مع معناها أصعب من الخليقية بكون المشاركات من دول عربية أكثر وبكرة إن شاء الله نتأمل للختام البطولة العربية يعني لمح من كلامك أن التعويض سيكون صعف للبطولة العربية ما هو عملية شيء صعب كل شيء يتوقع وكل شيء قائز لكن المنافسة أقوى وأصعب لكن إن شاء الله الآمال ما زالت موجودة أبرز المكاسب التي طلعنا فيها من هذه البطولة طبعا الهدف الأساسي للمكاسب مثل ما سرى السابق أن نشر اللعبة وكون اللعبة في السلطانة ليس منتشرة كثيرة منتشرة في دول أخرى الهدف نشر اللعبة ومن ثم الاستمرارية سواء للمنتخبات أو للإنديا إن شاء الله طيب مدى الجاهزية لانطلاق الحدث اليوم إن شاء الله الحدث طبعا اليوم منطلق من الساعة العاشرة الصباح إلى الساعة ثامنة أو سابعة المساء وبكرا نتأمل نفس الشيء من الساعة الحادي عشر إلى نهاية البطولة الساعة الخامسة أو السادسة مسائن كل ما خير تقولها أول شيء بداية أشكر المنتخبات المشاركة سواء في البطولة الخليقية أو البطولة العربية أجزاهم الله خير على ثقتهم وحضورهم للسلطنة ومشاركة بطولتين ولو أنه بطولتين مزدوقات وشوية في نوع من الإرهاق للمنتخبات المشاركة طيب ونتأمل إن شاء الله نشر اللعبة في السلطنة والاهتمام لها من قبل المرتارين أو من قبل الأنديا الأفضل طيب بربقى فيها جوال بطولة نشكرك على حضورك نشكرك على هذا الإثراء وهذه المعلومات الطيبة ترجمة نانسي قنقر